ترجمة نانسي قنقر إننا في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة نثمن الجهود الإقليمية والدولية للتسوية للوصول إلى حل شامل للقضية اليمنية بالاعتماد على المرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخريات الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 226 وعند الحديث عن مخاطر غياب العمل الجماعي المشترك يكفي أن نتعلم من الحالة اليمنية كيف يمكن لميليشيات إرهابية أن تلحق ضرراً بالغاً بالمنطقة والعالم بأسره عندما يترك بلد عربي واحد أرضة للتدخلات المعادية للأمة وهويتها ودولها الوطنية